ازايكم عاملين ايه؟ يارب تكونوا جميعا بخير جاية لكم بعد جيبة طويلة بفيديو جديد الناس اللي بتسألة انا مختفية فين كان بقالي فترة تعبانة يعني السنة اللي فاتت دي كلها يعني دوخة ما بين المستشفات والدكاترة هطلع احكي لكم ايه اللي حصل للسنة دي كلها المهم السنة اللي فاتت دي كلها احنا لا عارفين ننظف ولا كنا عارفين نحتفل برمضان اللي فات ولا الاعياد يعني بقى انا فرطة طويلة قوي الدنيا بالنسبة لنا من البهدلة خالص الحمد لله الواحد حاليا امبيا تعافى فكل سنة منتوا طيبين بقى رمضان قرب فقلت الماما ايه؟ بم ان احنا نكناش عارفين ننظف الفترة اللي فاتت دي كلها فانا شفت شوية منتجات بتباع قلت اجيب ليا والماما بحيث تساعدنا في التنظيف فالماما انا كنت وقفة اخس الموعين والبهدلة كده زي ما انتوا شايفين لقيت الراجل بتاع البسطة بيرن علي قال لي ايه في عندي اردر عايزي تسلم قلت له اوعى تطلع انا جوزي لو شاف الاردر ان كل شوية اطلب حاجات اونلاين لاني ما بنزلش يهيام مني يعني بطاطس محمرة الماما رحت جبت الاردر منه وطلعت فين على ماما افتح الاردر عند ماما بدل ما جوزي يتخيني فالاردر ده هي حاجاتها تساعدنا قوي في التنظيف على حسب ما انا شفت بقى الفيديوهات قلت نشوفها سوا جاي بقى ايه حاجات ليا ونفس الحاجات لماما عشان هننظف عندي وعندها فهنشوف الحاجات دي مع بعض وهجربها معاكو برضو عشان نشوف فعلا هتوفر في الوقت والمجهود وهتوفر في شراء المنظفات زي ما بيعلون عنها ولا لأ يعني حاجات دي مجربتاش قبل كده بس شفت لها فيديوهات لطيفة والريفيو عنها لقيتو كويس انا مش عارفة انتو عرفتو ده ايه ولا لأ مكتوب كان عالسندوق بس هي منتجات من شركة جرينوي اللي انا قريته عنها يعني انها شركة روسية انا احب اشتري اي حاجة كده وخلاص او حط فلوسي في اي حاجة وخلاص المهم الشركة روسية دي بتعمل بعض المنتجات التنظيف او يعني حاجات تقدر تستخدميها على طول عندك بحيث ما تشتريش منظفات او حاجات اللي هي كيمويات وبتوفر في الوقت والمجهوم نطلع الحاجة كده معاكو بعد كده اي نفتحها واحدة واحدة نشوف كل حاجة عبارة عن ايه المهم زي ما قلتلكو كده جايبة من كل اردر حاجتين عندي وعند ماما فاول حاجة هفتحها معاكو كده تقريبا الجلافز او الجوانتي بتاع التراب مفوض ان هو الجوانتي معمول ما عرفش بقى من فايبرز نعمة قوي المهم ان انت تستخدميه عشان ما تستخدميش المنظفات او ملمع الخشب ان هو يلمعلك الخشب ويلم التراب واتمنى ان نقلم التراب عشان لو ملمش التراب هيبقى فيه مشكلة اه تاني حاجة اه تقريبا فوتز الدهون عجبتني او ما شفتها في الفيديو ان انت مفوض بتعملي بيها البلبة عن مطبخ او اللحواض او البوتوجاز المهم ان بتطلع الحاجات اللي هي بتبقى صعبة زي الدهون او الحاجات اللي بتبقى لزقة برضو من غير ما تستخدمي كيميكالز او صابون كتير الحاجات اللي ببهد الادين دي طبعا كل ايه كل حاجة بقى منها 2 اه تالت حاجة اه تقريبا فوتط الانتصاص يا فوتط الازاز اه ل combine 4 الحاجات هون واتنين ازاز واتنين فوتط الامتصاص طبعا عشان الولاد دايما اتلاقيهم بيكوبوا بقى اي حاجة في ايديهم لبن مياه عصير فاحنا محتاجين فوتط الانتصاص اه دي فوتط الازاز اه نعمة كاية نعمة اوي اوي يعن اللي هو لو في منها مخدق او ملاية هيبقى لطيف قوي دي فوطة الازاز مفوط انها بتلمع الازاز من غير ما تستخدمي اللي هو جلانس او جلاسي ملمع الازاز يدوبك بتبليها حاجة بسيط وتمسحي بيها الازاز مفوط انها بتلمع ودي زي ما اقولكو فوطة الامتصاص عشان الحاجات اللي بتكب محتاجين حاجة تلحق الموقر يعني تعمل تمتص الماء او العصايا لان كل شوية يكبوا حاجة عالارض عالفرش فقلنا نجربها في العلب بالورنج دي مفروض انها بودر كده بنستخدمه في التنظيف يعني لقريت انه هو بيعمل حاجة كتير قوي بينظف ممكن القماش تحطيه في الغسيل تحطيه على مية مغلية وترشي بيه على الاسطح انه هو ينظفها فلسه برضو هنجربه سوا وبردو جايبة مخصوص عشان انا عندي فضيات كتير وقريت انه هو بينظف الفضيات بالنسبة بقى للعلب لونه اخضر دي مفروض ان هي حاجة كده زي باست او زي زي العجينة كده او زي معجون برضو لتنظيف الاسطح بس اقوى بقى ان انت تنظفي البتجاز الدهون البلاط اللي حواد بصي بيعني مفروض ان هو يخلي كل حاجة في الشقة بتبرو انا جاي بابا عشان ايه لان بقى انا فترة زي ما قلوكم كده ما نظفناش التنظيف اللي هو بنظف التنظيف الخفيف فاحنا محتاجين ان احنا نعمل عمرة للشقة العلبتين دول هما هدية هما عبارة عن صابونة عجبتني رحيتها قوي رحيتها عاملة زي اللي باني اللي بالنعمها ده تحسوا انها عايزة تتاكل اكل مكتوب عليها انها للاندري او للاقمشة عمتا انا شفت ان هما بينظفوا بيها الفوط نفسها اللي احنا شارينها فهجربها اشوف على الغسيل او على البقع هنشوف بتعمل ايه شفت برضو فيديو ان هما بيخسلوا بيها الفوطة اللي هي بتاعت الدهون فبتطلع الدهون يا ترى الكلام ده صح ولا هنجربها عبارة كان عجبني رحيتها قوي فهنجربها مع بعض كده برضو يمكن على القمشة والمراتب بس هنجربها في فيديو تاني فاستنوا معايا نجرب كل الحاجات دي في الفيديو اللي جاي ونشوف فعلا هتوفر معانا في استخدام المنظفات ولا ايه الحوار في النهاية ربي يكون الفيديو عجبكوا واستنوني الفيديو اللي جاي